لما يظهر في النانو ايريا اللي هي الإلكترونات بتاعتها تتغير الموشن بتاعتها وجدنا أنه بيسخن يمتص الدوء ما يكون في حجم كمان توقف على الشكل كمان مش بس الحجم الشكل تقول له ما استطيعه تعمله بدور تعمله يبقى له صفات مختلفة سبحان الله فوجدنا أن طبعا أنا عايزين حاجة لما نعرض لها الدوء اللي بيخش في الجسم اللي هو تحت الأحمر مش ده الدوء اللي بيخش في الجسم إنما الدوء تحت الأحمر يعني أحمر اللي هما بيسموه الإنفرارد الإنفرارد بالضبط ده بيخش في الجسم خبه فده طيب كويس إيه بقى بتفعلي زي الدوء ده مع القطع الداب الصغيرة هو طبعا كبيرة طبعا الدوء ينمع يعني عكسه ليه عارفين بالضبط إنما لما حجم الصغير أما أنت في النانو تكنولوجي سكيل الصفات بتختلف إيه اللي بتختلف فيها طيوة فوجدنا إنها يعني بتمتص هذا الضوء وبتسخن بتسخن جدا فيعني ما يكون في منطقة فيها خلايا سرطانية أتسيح الخلايا دي طبعا سرطانية هدي أتسيح يعني السرطان راح صح طبعا بس أهم من كده بقى اللي وجدناه إن يعني مش بس آم آم إن بتسخن وبعدين طبعا بتتخلص منها وجدنا أحسن من كده حتى اللي ما تسخنش وتسيح خالص ما بتقدرش تمشي تروح حتة تانية وده أوحش حاجة في السرطان إن وإنت بتحاول تعالجه في حتة الخلايا بتمشي بتسيب دي وروح تنتشر في حتة تانية صح وده اللي بموت المريض أخيرا أصبوط آم إنما إنها مش بس تموت بعضها وتخلي اللي ما يموتش ما يقدرش يمشي هو ده ما ينتشرش الاختراق أكبر حاجة ده وجدنا فيها فعلا إنه الجزائيات على مستوى النانو على سكيل بتاع النانو صح إنها بتسخن أعور بتغير صفاتها وبتسخن لدرجة إنها تبقى قادرة على تسيح بالزبط الخلايا السرطانية بالزبط وكمان اللي ما تحجز على تحركها وانتشارها في باقي الجسم اللي ما يسحش قوي ما يقدرش يمشي روح تتانية بيشله يعني بيشله بيشله لأنه طبعا الخلايا بتيبقى فيها الليها زي ما يكون حاجات طويلة كده زي الرجلين بتاعتها أي وديت النفيجات بتمشيها امشي كده امشي كده ومش بس كده أكتر من كده فيه بروتونات كتيرة بروتونين طويلة قوي آه وديت بتسخين برضك بتتقطع وبتصغر مصبوط والبروتونات دي هي اللي كانت بتتحول لحاجات تانية وتدي الخلية الطاقة إنها تيمشي بيها صحيح صحيح فلما ديت بتسيح بتضيع آه فلما ديت بتال طبعا